موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسة من قناتكم السعودية موسيقى المملكة تدين وتستنكر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة للأننوا موسيقى بمئة وعشرين مبادرة وستين برنامجا علميا الرئاسة الدينية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطلق خطتها لموسم العمرة لعام ستة واربعين موسيقى الحكم على تشكيل عصابي مكون من ثمانية وافدين بالسجن والغرامة المالية والإبعاد عن البلاد لسرقتهم كياب الكهرباء موسيقى 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 شددت وزارة الخارجية على إدانة واستنكار المملكة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا تؤوي النازحين المدنيين في مخيم صيرات وسط قطاع غزة واجددت الوزارة رفض المملكة التام للاستهداف الممنهج ضد المدنيين مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين والمشاة المدنية والإغافية والعملين فيها وضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية هذا ودع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإيقاف جرائم القتل الجماعي في غزة شدد على أهمية الحوار المثمر بين مختلف الثقافات لتعزيز التفاهم والتعاون والسلام وكذلك محاربة خطابات الكراهية وشهد بدور المسلمين البريطانيين في تنمية بلادهم مؤكدا أن التطرف لا يمثل الأديان والثقافات بل يواجه من داخل هذه الأديان في إطار ذلك ومن جانب آخر دانت وكالة الأنروا قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة لها في مخيم النصرات وسط غزة ما أسفر عن مقتل ستة عشر نازحا وإصابة أكثر من ستين آخرين بجراح مختلفة أكدت الوكالة أن المدرسة المستهدفة تستخدم مركزا لإواء آلاف النازحين من الأطفال والنساء الفلسطينيين ليلة البارحة شهدت الكعبة المشرفة تجديدا لكسوتها التي صممت وحيكت بأفخم أنواع الحرير والذي شرف بكتابة الآيات القرآنية الكريمة على جوانب الثوب بخط الثلوث العربي المعظم بخيوط الذهب على يد خبراء ومصممين سعوديين متفردين في هذا المجال جرى إنزال الكسوة القديمة للكعبة وإلباسها الكسوة الجديدة قد أشرف فريق متخصص يفوق 150 من كوادر مصنع الكسوة على مراحل التجديد والإبدال للمذهبات والإصدال للكسوة الجديدة ومنذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله حتى وقتنا الحاضر تشهد كسوة الكعبة المشرفة اهتماما وتطويرا مستمرا واعتمدت الدولة له مصنعا ضخما مختصا للكساء العظيم الذي يرتديه البيت العتيق في كل عام على يد 159 فنيا وصانعا من مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة الهيئة العامة للعناية بالحرامين تجري مراسم تغيير الكسوة بأخرى جديدة إضافة للستارة الخاصة بالباب مراسم نقل الكسوة الجديدة تتم من مقر تاجها بأم الجود لساحة باب الملك عبد العزيز بالمسجد الحرام عبر شاحنة ضخمة أعدت وجهزت لهذا الغرض حيث يتم إنزال الكسوة من الشاحنة ونقلها للكعبة المشرفة بواسطة عدد كبير من الفنيين الكسوة تستهلك أكثر من ألف جرام من الحرير الخام الأسود الذي يحاك داخل المجمع بأيد وطنية مدربة ومؤهلة كما يستهلك ثوب الكعبة مئة وعشرين كيلو جراما من أسلاك الذهب ومئة كيلو جرام من أسلاك الفضة وتستغرق صناعة الكسوة عاما كاملا كما تبلغ قطع حزام الكسوة ستة عشرة قطعة مسدلة على جوانب الكعبة المشرفة الأربعة كسوة الكعبة المشرفة هي الثوب الأغلى عالميا المصنعة بأياد سعودية والتي تعد مفخرة وطنية اتخذتها قيادة المملكة عادة سنوية تنسج الجمال بخيوط الحرير والذهب وفي مكة المكرمة أيضا أطلقت الرئاسة الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الخطة التشغيلية لموسم العمر لعام 1446 الجديد تتضمن المبادرة 120 مبادرة و60 برنامجا علبيا تستهدف من خلالها تعزيز تجربة المعتمرين والزائرين واستقطاب خمسة ألاف متطوع مع نشر مليون مصحف الحرمين الشريفين نقلت الخطوط الحديدية سار أكثر من مليون وسبعين ألف مسافر عبر قطار الحرمين خلال موسم حج هذا العام 45 الفائت بزيادة تجاوزت 42% مقارنة بعام 44 وشهدت خطة التشغيل تسير أكثر من 3800 رحلة خلال موسم الحج بنسبة التزام بمواعيد الوصول بلغت 98% وفعلت سار بالتعاون مع الشركاء مبادرة نقل الحجاج بدون حقائب لعشرات الألاف من الحجاج لأول مرة من جانب آخر بدأت لجنة إسكان الحجاج في المدينة المنورة باستقبال طلبات استخراج تصاريح إسكان الحجاج لموسم حج 1446 القادم دعت اللجنة الملاكة والمستثمرين الراغبين في إصدار التصاريح تقديم طلباتهم قبل نهاية الفترة المقررة بنهاية رجب المقبل التأكد من استفاء الاشتراطات الموجبة للتصاريح لضمان إصدارها في الوقت المحدد في الأخبار القضائية أنهت النيابة إجراءة التحقيق مع تشكيل عصابي مكون من ثمانية وافدين متهمين بسرقة الكياب النحاسية والكهربائية وبعد إحالتهم إلى المحكمة المختصة وتقديم الأدلة صدر بحقهم حكم يقضي بإيدانتهم بما نسب إليهم ومعاقبتهم بأحكام قضائية تصل إلى السجن عشر سنوات وإلزامهم بالتعويض عن الأضرار الناتجة من الجريمة وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء محكوميتهم كشفت وزارة الصحة عن معاقبة أحد المخالفين في منطقة تبوك بالسجن لمدة سبعة أيام وبغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال إثرى مخالفات جسيمة تتمثل في بيع أدوية تخسيس ونحافة غير مسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء ودون الحصول على ترخيص مزاولة مهنة صحية وقد حيل المخالف للجهات المختصة لإقاع العقوبات النظامية الرادعة بحقها أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السبراني أعمال معسكرات الأمن السبراني لطلاب وطالبات المرحلة الجامعية الهادفة إلى تطوير مهارات الطلاب والطالبات ورفع جودة الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السبراني أوضحت الهيئة أن معسكرات الأمن السبراني سيتم تنفيذها على مدى ثلاثة أسابيع في الرياض جدة والخبر نظمت الهيئة العامة للعقار النسخة الأولى من ملتقى الإعلام العقاري في الرياض بمشاركة واسعة يناقش هذا الملتقى همية دور الإعلام في زيادة الوعي العقاري لجميع فئات المجتمع مما يسهم في تعزيز دور القطاع العقاري وتحقيق تطلعاته الوطنية كشفت بيانات البنك المركزي السعودي سامى عن ارتفاع انفاق السياح الوافدين إلى المملكة في الربع الأول من عام 24 الجاري الذي بلغ 45 مليار ريال في الربع الأول من هذا العام بارتفاع يقدر ب22 قدرها 22% ارتفع انفاق السياح الوافدين إلى المملكة إلى أكثر من 45 مليار ريال وفق نشرة صادرة من البنك المركزي تضمنت بيانات ميزان المدفوعات لبند السفر للربع الأول من العام الجاري النفقات على السياحة الخارجية بلغت نحو 21 مليار ريال لتسجل فائضا بمقدار 24 مليار ريال كما تصدرت المملكة قائمة الأمم المتحدة للسياحة في نمو عدد السياح الدوليين خلال 2023 وفقا لتقرير البارومتر الصادر من الأمم المتحدة للسياحة في يناير 2024 المملكة حظيت بإشادات دولية واسعة من قبل منظمة السياحة العالمية والمجلس العالمي للسفر والسياحة نظيرا لوصول المملكة إلى أكثر من 100 مليون سائح من الداخل والخارج نمو متزايد في القطاع السياحي بالمملكة يعكس الجهود الدعوبة في تحسين الخدمات المقدمة للسياح والزوار من مختلف الأطياف مما يعزز مكانتها كوجهة سياحية رائدة في المنطقة والعالم أجمع في نشرتنا بعد قليل لتطبيق أفضل المعايير المهنية في مجال الرقابة والتفتيش أمانة الرياض تطلق برنامج الامتثال البلدية مرق الدجاج ماشي دجاج طبيعي توابل أصيلة خضروات طبيعية كلها في مكاحب واحد مرق الدجاج ماشي ثانية بالنكهات من الطبيعة لطبختك الحل معاكي في لحظة الطعم كابسف بمكونات طبيعية في لحظة أشهامندي طعم أصلي ومضمون في لحظة لألذ برياني ماجي سهلناها بالخلطة الأصيلة أغلب الناس يبغوا شكله ومحلو يبغوا ابتسامة حلوة تقولي أنا نفسي أبيض أصناني بس أصناني حساسة أشي قدر أسوي أنصح باستخدام سن سودان كلينكا الوايت لأنه في له مواد مثبتة علميا إنه هو يبيض الأصنان درجتين وفي نفس وقت تحميها من الحساسية أنا أثق في سن سودان كلينكا الوايت مكونات طبيعية مكونات طبيعية درجتان من صناني طعم أصلي مضمون في لحظة لألذ برياني ماجي سهلناها بالخلطة الأصيلة أهلا بكم أطلقت أمانة الرياض برنامج الامتثال البلدي مثل وهو نموذج جديد لتنفيذ أعمال التفتيش والرقابة يهدف إلى تعازيز ثقافة الامتثال وزيادة مستوى الوعي بالأنظمة والقوانين التنظيمية في المؤسسات والمنشآت المستهدفة بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطبيق معايير مهنية في مجال الرقابة والتفتيش على المؤسسات والمنشآت الصحية والتجارية في الرياض دشنا في منطقة القصيم المرحلة الأولى من مشروع النقل العام في مدينة بريدا وعنيزة كأحد أهم مشاريع النقل العام في منطقة القصيم ضمن سلسلة المشروعات التنموية الحيوية بالمنطقة ومواصلة لمراحل إطلاق مشاريع النقل العام في المملكة دشنا أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة بريدا ومحافظة عنيزة ضمن مشروعات الهيئة العامة للنقل بشراكة مع أمانة المنطقة الذي يهدف إلى توفير خيارات نقل متعددة داخل المنطقة أمير القصيم اطلع على مسارات المشروع والطاقة التشغيلية ومحطات الانتظار ونقاط التوقف التي يتضمنها المشروع مؤكدا أن المشروع يأتي تأكيدا على مسيرة الدعم والعطاء من القيادة والميزة الرئيسية أنها تكلفة مدعومة من الدولة رعاها الله يعني بتنتقل من وسط بريدا تروح للمطار الآن ثلاث ريالات وخمسة واربعين هلا لكنت أول تروح يمكن ثلاثين واربعين ريال نفس الشيء للجامعة لمناطق للعنيزة كل المناطق فحقيقة النقل العام نتوقع أنه يخدم المنطقة بشكل كبير ويكون أساس لتنقل المواطنين والمقمين في المنطقة المشروع يغطي أكثر من خمسمائة كيلو متر ببنية تحتية وطاقة تشغيلية نفذت وفقها على المواصفات أطوال النقل في هذه المنطقة خمسمائة وثمانية كيلو من خلال ميتين وعشر محطة في مدينة بريدا وأيضا مدينة عنيزة هناك خطوط رئيسية مستمرة من الجامعة هو من المطار الأمير نايف وكذلك من محطة القطار لأخبار السعودية علي العطينان بريدا في المنظمات غير ربحية بلغ إجمالي عديد المنظمات غير ربحية المسجلة في مركز تنمية القطاع غير ربحية أكثر من أربعة ألاف وتسعمائة منظمة في النصف الأول من هذا العام أربعة وعشرين بحسب تقرير المركز الذي شهد القطاع في تنامي أعداد المتطوعين ليبلغ مائة وخمسة ألاف متطوع أشار المركز إلى إصداره عددا من القرارات والعقوبات بحق جمعيات أهلية وإحالة أحد عشر مؤثرا إلى الجهات المختصة لمخالفتهم ضواب تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الإجتماعية أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مبادرة توعوية بشعار تراها أجمل في متنزأ الأمير سلطان الوطني في الفرعاء في منطقة عسير شارك في المبادرة أكثر من مئة متطوع ومتطوعة في الأعمال البيئية عبر تأهيل الأشجار وتهيئة مواقع الغطاء النباتي في المتنزأ وتهدف هذه المبادرة إلى نشط رسائل توعوية بيئية على المتنزهين وتوزيع مئات البركودات على الأشجار في المتنزهات التعريف بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الإحيائية يطلق مركز دلني للأعمال وهو أحد مبادرات بانك التنمية الاجتماعية ملتقى بوصلة دلني الجوفة في مركز الملك عبدالله الثقافي في سكاكا يوم الاثنين يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والممكنات لرواد الأعمال في منطقة الجوفة والبرامج وفرص التمويل والالتقاء بأهم الجهات والدعمين في المنطقة وإطلاق المبادرات التمكينية ذات العلاقة في أخبار السيارات دشنت الشركتان الصينيتان أمودا وجايكو مستودعهم الجديد لقطاع الغيار في الدمام بالمنطقة الشرقية بمساحة تقدر بستة ألاف متر مربع تعتبر الشركتان أولى الشركات الصينية للسيارات وتدخلان إلى السوق السعودية بدون وكيل محلي بعد إطلاق مقرهم الرئيس في مدينة الرياض احتفت شركة شيري للسيارات الصينية بدخول سيارتي أمودا وجايكو الحديثتين إلى سوق السيارات في المملكة بحجم استثمار يقدر بنحو 112 مليون ريال عبر إنشاء مقر رئيس لها ومستودع لقطاع غيار في الدمام وشبكة فروع مبيعات وصيانة موزعة في مدن المملكة ضمن استراتيجية تمنح العملاء مركبات تمتاز بضمان يصل إلى 250 ألف كيلو متر مربع وتوفر قطاعها وصيانتها خلال 48 ساعة تعتبر شركة شيري على مدى 22 عاما على التوالي أكبر مصدر للسيارات الصينية على مستوى العالم حيث وفرت علامتين جايكو وأمودا في 20 دولة من بينها أوروبا، أسبانيا وإيطاليا وقد وصلت حتى الآن إلى 260 ألف سيارة سوف نقوم بإطلاق العلامتين جايكو وأمودا في السوق السعودي مباشرة من الشركة الأم أن يسبب وجودنا بشكل مباشر في السوق السعودي هو بناء علاقة مباشرة مع العميل الذي كان يعاني في الماضي من مشكلة عدم توفر قطاع الغيار أهم السوق في المنطقة كلها السوق المملكة حيث في السعودية الآن وجود مستوضع قطع غيار من الشركة الأم بتواجد الشركة الأم بإدارة الشركة الأم بحيث أن قطع الغيار متوفر من 24 إلى 48 ساعة هذا ما هيعمل بس نقلة نوعية على مستوى صناعة السارات السعودية هذا هيعمل على مستوى السوق السعودية بالكامل أنه فيه تغيير ويتنافس للمصلحة وسرعة المستهلك ويخدم المستهلك في كل الأحوال زي ما كلنا عارفين دائما فيه نقطة ضعف واللي بيتأثر منها اللي هو المستهلك النهائي فيه موضوع إيجاد قطع الغيار وهذه أساسها هو السلاسلة الإمداد مبيعات شركة شيري شهدت خلال العام الماضي مليون سيارة إذ أنها فازت بثقة أكثر من 11 مليون عميل حول العالم حيث تستهدف حاليا الوصول إلى عملائها بشكل مباشر ورفع حجم استثمارها في سوق المملكة إلى أكثر من 330 مليون ريال خلال الخمس سنوات القادمة لقناة السعودية سلطان طراني الدم رياضيا تستمر منافسات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في بلفارد رياض سيتي حيث يشهد مساء اليوم في البلفارد نهائي بطولة League of Legends اختتمت يوم أمس مواجهات بطولة اللعبة الشهيرة Call of Duty و Warzone حيث فاز بها فريق فالكنز السعودي محاققا أولى ألقاب كأس العالم للرياضات الإلكترونية ليصبحوا بذلك في صدارة ترتيب أندية البطولة برصيد ألف نقطة وتوج لعب فالكنز ذافر سينيون بلقب أفضل لاعب في البطولة فيما حقق الفريق السعودي Twist Minds إنجازا آخر للمملكة بحصوله على المركز الثالث بعد تحقيقه أكثر من 179 نقطة وفي هذا الصدد معي من الموقع من هناك في موقع الرياضات المراسل عبد العزيز الموينع أهلا بك عبد العزيز للمرة الأولى يفوز الفريق السعودي باللقب في هذه اللعبة Call of Duty وإنال جائزة قدرها مئتا ألف دولار لكن البطولة لا زالت في أولها فهل يحق للفريق السعودي الاستمرار والمنافسة حتى نهاية البطولة التي تنتهي في نهاية أغسطس القادم نعم مساء الخير عليك ضافر أيضا مساء الخير على مشاهدي أخبار السعودية طبعا بإجابة على سؤالك يحق طبعا للفرق المشاركة في أكثر من لعبة الاستمرار طبعا في منافساتها على ألعاب مختلفة نتواجد الآن تحديدا في قاعة القدية أرينا حيث نشهد منافسات League of Legends هذه المنافسة التي تجمع بين فريقين تي ون من كوريا الجنوبية وفريق تي اس من الصين المنافسة محتدمة جدا بين الفريقين في لعبة League of Legends حيث انتهت الجولتين الأولى والثانية بتعادل الفريقين ونحن الآن بصدد لعب الجولة الثالثة وسط حضور جماهيري كبير جدا من مختلف دول العالم مختلف الفئات العمرية وأيضا تواجد شرف الاسم وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن ترك الفيصل القاعة الآن كما تشاهدون ممتلئة بالجماهير أيضا على رمتها المنافسة المحتدمة وحالة تشجيع كبيرة جدا بين الفريقين أيضا النتيجة كما ذكرنا إلى الآن تستمر متعادلة وهذه الجولة لا تزال إلى الآن تلعب حتى هذه الأثناء العدسة طبعا ترصد لكم حالة هذه الأجواء هنا في القاعة إذا ما كان طبعا تشاهدون حالة الحماسة التي على طبعا وجوها الحاضرين لهذه المنافسات حضور إعلامي كبير جدا لأيضا تغطية مثل هذا الحدث الكبير على مستوى طبعا للعابة الإلكترونية حيث نقف الآن في منطقة تواجد الإعلاميين وهي طبعا مقتضة بشكل كبير جدا بالعديد من الصحفيين والعديد من المصورين لنقل وقائع هذه المنافسة القوية طبعا نقطة الآن تسجل لفريق تيوانا من كوريا الجنوبية بانتظار طبعا انتهاء هذه المنافسة تبلغ طبعا قيمة الجائزة للفريق الفائز 400 ألف دولار وأيضا يمنح درع هذه المنافسة الذي يتواجد الآن على مسرح هذا طيب عبد العزيز القاعة إذا كنت تسمعوني عبد العزيز نعم بافر البارحة 200 ألف دولار اليوم 400 ألف دولار لو توضح لنا كيفية أو آلية تصاعد هذه الأرقام وهل يحق للفريق المشاركة مرة أخرى في هذا كما ذكر في السؤال الأول وماذا عن الفريق السعودي هل هو فريق واحد فقط اللي هو فالكنز أم هناك فرق سعودية أخرى نعم طبعا بالنسبة للجوائز يتم تصنيفها طبعا على حسب ما يمكن نطلق عليه شعبية اللعبة واحتدام المنافسة فيها اللعبة طبعا كولف ديوتي واحدة من الريال للعاب التي تحظى بشعبية كبيرة طبعا على مستوى العالم وحجم المنافسة فيها كبير جدا فلذلك تبلغ طبعا قيمة الجوائز في هذه اللعبة أكثر طبعا من الألعاب الأخرى اليوم طبعا لغوف لجند واحدة من الألعاب أيضا التي تحظى بشعبية كبيرة اليوم اللاعب فيكر هو لاعب طريق تيوان مصنف طبعا كلاعب رقم واحد على مستوى العالم في لعبة ليغوف لجند واليوم طبعا هو نهائي هذه البطولة لهذا الفريق طبعا كل الفرق تتنافس مرة أخرى في ألعاب مختلفة قد طبعا بعض الفرق تشارك في لعبة معينة بحكم طبعا يمكن نطلق عليه ترتيبها أو تكتيكها وأيضا عمقها في هذه اللعبة وإمكانيتها في هذه اللعبة لكن طبعا إذا كان هناك مجموعة فرق تشارك في ألعاب مختلفة طبعا يحق للفريق مشاركة في أكثر من اللعب وهناك طبعا مجموعة من الفرقات مثل فريق تويست وأيضا كما ذكرنا فريق فالكون السعودي وأيضا فريق البريطاني الذي كان منافسا كبيرا بالأمس مجموعة من الفرق حقيقة تشارك بشكل كبير في ألعاب مختلفة بالإضافة طبعا إلى النقطة نشير إليها هناك طبعا منطقة لعب خاصة للجمهور يتمكن من خلالها الجمهور في دخولهم في منافسات أخرى وأيضا اللعب في مباريات ودية ولكن ما دعنا الجمهور الخارجي عبد العليز ما دعنا الجمهور الخارجي الجمهور العالمي إن كنت تسمعوني كيف هل يمكن للمشاهدين في الخارج مشاهدة هذه الألعاب مباشرة عبر قنوات معينة أو منصات نعم يبدو الآن أن القاعة اكتضت بالتشجيع بحكم تسجيل هذه النقطة لفريق تي اس من الصين طبعا ردنا على سؤال طبعا الجمهور يحق لها طبعا المشاركة في ألعاب مختلفة لكنها في منافسات ودية لا تدخل طبعا ضمن المنافسات الرسمية التي تخص الفرق المشاركة في هذه البطولة في بطولة كأس العالم لكن طبعا هناك طبعا تخصيص منطقة خاصة للجمهور ومنطقة خاصة للمشجعين تستمر طبعا فعالياتها تقريبا إلى الساعة الثانية عشر أو الواحدة من صباح هذا من صباح كل يوم على حسب طبعا جدولة هذه المنافسات وهذه الفرق طبعا يبدو أن الجو عندك مختدم ربما نتيجة لصالح الفريق كوري ربما جدا إذن كنت معنا مباشرة من موقع هذا الحدث الرياضي الكبير في العاصمة السعودية الرياض أشكرك على هذا الوصف من هناك ونعود بك الاتصال في نشرات قادمة إن شاء الله شكرا لك نعود إلى حالة الطقس في المملكة لهذا اليوم الذي توقع فيه المركز الوطني للأرصاد استمرار اجتفاع الحرارة على بعض المناطق حتى نهاية هذا الأسبوع توقع المركز أن تتروح درجات الحرارة في المنطقة الشرقية بين 47 إلى 50 درجة للعظمى خلال هذا الأسبوع مضيفا أن أجزاء من منطقة الرياض من المتوقع أن تصل درجة الحرارة فيها إلى 47 درجة مئوية أيضا بينما تكون العظمى في مكة المكرمة والمدينة المنورة ما بين 44 إلى 46 درجة مئوية أيها السادة كان في هذه النشرة أيضا المملكة تدين وتستيكر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة للإن وروا بمئة وعشرين مبادرة وستين برنامجا علميا الرئاسة الدينية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطلق خطتها لموسم العمر لعام 1446 الجديد والحكم على تشكيل عصابي نجرامي مكون من ثمانية وافدين بالسجن والغرامة المالية والإبعاد عن البلاد لسرقتهم الكياب الكهربائية عند الثانية عشر والنصف من هذه الليلة إن شاء الله لقاء إخباري عبر السعودية ابقوا دائما في سلام ويئام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة